اشتركوا في القناة من يوم الخميس وهو اليوم عشرين ثمانية ولغاية يوم السبت تسعة وعشرين ثمانية طبعا بالنسبة للقمر رح ينتقل من اكثر من برج خلال هذا الاسبوع يعني رح يبدأ هو من امس موجود في العذراء ورح يضل لغاية ظهر يوم الجمعة موجود بالعذراء من ظهر يوم الجمعة ولغاية ظهر يوم الاحد القمر بصير في الميزان من ظهر يوم الاحد لغاية عصر يوم الثلاثاء القمر بصير بالعقرب من عصر يوم الثلاثاء ولغاية مساء يوم الخميس القمر بكون متواجد في القوس من مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي ولغاية ما بعد يوم السبت طبعا بخلال فترة الاسبوع في عنا ثلاث احداث طرورية ومهمة انكوا تسمعوها اول واحدة انه عنا عطارد رح ينتقل لبرج العذراء صباح يوم عشرين ثمانية وهذا من الاشياء اللي رح تحسن من مزاج واوضاع بعض الابراج الترابية والابراج المائية بشكل عام اما بالنسبة للشمس رح تنتقل للعذراء يوم اثنين وعشرين ثمانية مساء وهذا بدل على انه بدأ العام من عند برج العذراء ابتداء من هذا التاريخ ولكن انه الامور بتصير بشكل متصاعد بالفائدة للابراج الترابية وللابراج المائية بوجه عام عشان هيك بنستغل الفرصة ونقول لما وليد برج العذراء كل عام وانتم بألف خير اما بالنسبة للزاوية السلبية اللي رح تتشكل خلال هذا الاسبوع هي زاوية التربيع رح تكون بين المريخ وزحل رح تكون يوم اربع وعشرين ثمانية مساء وفي هاي الزاوية طبعا هاي من الزواية اللي انا ذكرتها في بداية العام هي في توقعات العامة موجودة بتتزايد المواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وبتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والاعراف الاجتماعية يعني فيها عنف فيها مشاكل فيها فضائح الله يستر ايش اللي رح يصير بالفترة القادمة او بخلال هذا الاسبوع طبعا بالنسبة للزاوية هاي هي تأثيرها اللي موجود تقريبا بحدود الاسبوع يعني موجودة ومؤثرة ومشكلة من الاسبوع الماضي لها تأثيرات كانت الزاوية غير متصلة اللي هي التربيع لكن اوجها هو زي ما حكينا له يوم 24 ورح تستمر معنا مدة طويلة يعني رح تستمر مدة تقريبا شهر ورح يتراجع المريخ رح يرجع يشكل نفس الزاوية هاي يعني الاستمرار رح يستمر لغاية شهر 11 تقريبا خلينا نروح على التوقعات الاسبوعية ونشوف ايش التأثيرات العامة على كل برج بالتفصيل خلينا نحكي عن برج الجدي طبعا بالنسبة للجدي اول شي رح نحكي عنه رح نحكي عن الشمس عن عطارد اللي رح ينتقله للعذراء وهذا بيتك التاسع وهذا بدل على حضوض كاملة او حضوض بتعوض اشياء كثيرة تراكمت بالفترة الماضية الحضوض هاي بتيجي على امور إلها علاقة بالسفر إلها اتصالات البعيدة إلها علاقة بالتنقلات إلها علاقة بالسيارات إلها علاقة بالامتحانات إلها علاقة بالجامعات إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية لها علاقة بالاستراد والتصدير لها علاقة بالقضايا القضائية أو الأوراق القانونية لها علاقة بالفكر إجمالا كل هاي رح تتركز من عطارد والشمس تعطيه كل الإيجابيات على هاي كل هاي اللي إحنا ذكرناها من البداية لحد الآن فعشان هيك ممكن يجيك أي شيء في مكاسب أو يجيك في أي شيء إيجابي أو أخبار مثلا أو أعمال معينة تكون إيجابية على مستوى كل اللي إحنا ذكرناه يعني كل هاي ممكن يجيك بدون استثناء أما بالنسبة للزهرة فطبعا الزهرة موجودة عندك في البيت السابع وهي بتعزز أمور إلها علاقة بالشراكة أو الارتباط أو إلها علاقة بشراكة مالية أو إلها علاقة حتى بالزواج أو عرض موضوع زواج أو علاقتك ما بينك وبين الزوج وتطوير العلاقة ما بينك وبين الزوج أو انتقال مرحلة عاطفية من عاطفية وحب ومعرفة لتنتقل للارتباط والزواج بشكل أكبر وأوسع يعني فيه إيجابيات عالية جدا خلال هذا الأسبوع برضو حاول أنك تستغلها اللي تكون على نفس الأشياء اللي إحنا ذكرناها أما بالنسبة للمريخ فالمريخ بضغطك على مستوى بيتك الرابع وبيتك الرابع له علاقة بالبيت له علاقة بالعائلة له علاقة بالعقارات له علاقة بالديكور له علاقة بالأعطال يعني هو علاقة بالمنزل وما يحتوي المنزل بيت البيت اسمه فعشان هيك يبدأ تكون حذر من الخلافات النقاشات توترات حدية إنزعاج من تصرف أحد أفراد العائلة يعني أشياء بتيجي فيها نوع من أنواع العصبية والغضب والتوتر بشكل كبير أهم شي تضبط أعصابك قدر الإمكان ما تحاول تصدر قرارات وما تتدخل بشؤون أفراد العائلة على أساس أنه ما تكبر المشاكل وتحتد وتصل لمرحلة يعني ما تقدر أنك تعالجها وبرضه حاولوا تنتبهوا وخصوصا ستات في البيوت تنتبهوا من النيران تنتبهوا من أي شيء بشكل إصابات أما بالنسبة للبيت الأول فطبعا الجدي نفسه وعندك أنت ثلاث كواكب بتتراجع وهي في العشرية الثالثة يعني العشرية الثالثة من موليد برج الجدي هم اللي بدهم يكونوا حذرين من اللي أنا بدي أحكيه عندك المشتري بلوتو زحل الثلاثة بيتراجعوا وهدول بشكل زوايا تربيع مع المريخ فعشان هيك أصحاب العشرية الثالثة هم أكثر ناس مضغوطين نفسيا توترات الأمور مش ماشية تعطيلات أشياء على المستوى النفسي بتسوي تقلبات بتخليك تتخذ قرارات خاطئة يعني بتخليك تتعند على بعض المسائل وهي مش لصالحك فعشان هيك بدك تكون حذر من كل النقاط اللي ذكرناها أما بالنسبة لنبتن نبتن موجود في البيت الثالث وجوده في البيت الثالث طبعا نبتن بتراجع وإلو علاقة بالفكر فعشان هيك إلو علاقة بالعواطف فعشان هيك برضو بدك تنتبه من أشياء بسببها نبتن على مستوى البيت الثالث اللي إلو علاقة بالتنقلات بالاتصالات بالامتحانات وخصوصا اللي لطلاب المدارس برضو أثناء المناقشات أو الحوارات بيكون عندك عدم ثقة بالنفس أو شك من شيء معين أو توتر من قضية معينة أثناء تنقلاتك بالسيارة برضو بتكون مش مركز ممكن جيب لك أعطال بالسيارة فعشان هيك منقول لك احذر أثناء تنقلاتك برضو بتجيب مشاكل ما بينك وبين أخ أو جار فبرضو بدك تكون حذر من هاي النقاط أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا أورانوس بتراجع برضو وموجود في البيت الخامس بشكل نقطة ضعف فعشان هيك بيسبق بيجيب مشاكل فجائية على المستوى العاطفي ممكن تنتهي علاقة عاطفية لها سنوات مثلا بشكل مفاجئ ممكن تحمل لك قلق على أحد الأبناء أو على أحد الوالدين ممكن تجيب لك مشكلة في عمل فني مثلا أو في هواية معينة أو في إنجازات فنية أو حتى في عمليات التجميل ممكن يصير فيها خطأ بدك تكون حذر تنتقل وقت المناسب تعرف إمتى تعمل هذا الشيء فلازم تتابع الأبراج اليومية أو التوقعات اليومية وتعرف إمتى الفترة المناسبة اللي بتكون لهاي الأمور عشان أنت تعملها وانت عارف الوقت المناسب لإلها خلينا نروح على التوقعات الأسبوعية ونشوف إيش الأحداث اللي راح تصير معك خلال هذا الأسبوع من صباح الأمس الأربعة القمر صار موجود بالعذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة بتنشطوا في السفر والاتصالات أهم شيء تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك ممكن يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك فترة إيجابية جدا فأهم شيء أنك ما تضيعها أو تضيع الفرص عليك من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير في الميزان حتى ساعات ظهر يوم الأحد هاي الفترة جيدة للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله بينتبه لكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم بتتسلط عليكم الأضواء ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر من ساعات ظهر يوم الأحد القمر بصير موجود بالعقرب حتى ساعات عصر يوم الثلاثاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأشخاص بترتاحوا لهم أو بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أهم شيء أنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير عشان تحقق نجاح أو النجاح المطلوب بتفرح بوجود أحد الأصحاب وبترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر من ساعات عصر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالقوس حتى ساعات مساء يوم الخميس هاي الفترة بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك وعدم المبالغة في إنجاز ما لديك من عمل متراكم بتهدأ وطيرتك لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش أنك ما تحسن أمر الفترة هاي سلبية ومخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها من ساعات مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي بتبدأ اليوم فترة إيجابية بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاول إنك تجد جديد أو إنك تبحث عن أمر مميز بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات من أسرع وأهم فترات الشهر لأنه راح تدخل فترة إيجابية القمر صار موجود عندك أهم شيء أنك تدخل التنويع على حياتكم الشخصية هاي الفترة بتحمل لك نوع من أنواع الإنفراج أو التسوية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر